كلمات رائعة جدا من حفيظ دراجي بعد تأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة الفاصلة حلوتها في صعوبتها تخوفي من منتخب بوركينفاسو اليوم كان في محله لكن ثقة في منتخبنا كانت ولا تزال وستبقى أكبر مهما كانت الظروف ومهما كان المنافس مبروك التأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر وبلوغ 33 مباراة من دون خسارة حلوتها في صعوبتها رغم أنني لم أشاهد المباراة لأن قلبي لم يعد يحتمل رغم يقيني بأن أبناء نوفمبر لا يخسرون في شهر نوفمبر الحمد لله ما شاء الله تحيا الجزائر هكذا كانت كلمات حفيظ دراجي المعلق الجزائري الشهير بعد الفوز الصعب على منتخب بوركينفاسو في المجموعة أو التعادل اليوم 2-2 بطعم الفوز والصعود إلى المباراة الفاصلة على حساب المنتخب البوركينافي بالفعل كانت مباراة صعبة ومباراة صعبة على المنتخب الجزائري من حيث الضغوطات النفسية والمعنوية التي صدرها المنتخب البوركينافي في الفترة السابقة وأيضا من حيث الأمطار اللي خلت ملعب مصطفى تشاكر سقيل بعد الشيء الكرة كانت تمشي ببطء على أرضية الملعب والضغوطات التي كانت على اللاعبين وعلى الجهاز الفني بحضور الجماهير في ملعب مصطفى تشاكر ولكن الأهم هو التأهل الأهم هو الوصول إلى المباراة الفاصلة ولا يهم أي شيء تاني مبروك 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 للعبي منتخب الجزائر مبروك للجمهور الجزائري مبروك لجمال بالماضي وزير السعادة الجزائري في آخر الفيديو فضلا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته